إخوتي يا خواتي أبناء وطن الحبيب اللي صار ليمات هذه وتبعتوه جريمة خطيرة في حق بلادنا وفي حق النظام الجمهوري جريمة نجم تكون أيضا من سنة الجرائم تعمو حاولات تبديل هيئة الدولة نعم الأمر خطير ياسر لأننا في فترة الانتخابات والانتخابات هي اللي بيش تحدد مستقبل بلاد واللي يقصي مرشحين بطريقة غير قانونية قاعد يتلعب بمستقبل بلاد وباستقرارها وباستلم الأهلية ثم أنا إقصاء منذر الزنايدي هو إقصاء لإرادة جزء من الشعب اللي منحوا أثيقا متاعه وهنا نحب نأكد بقوة القانون وثيقة في الله أنا اليوم مترشح للانتخابات الرئاسية تم التصريح بقبول ترشحه من المحفة الإدارية اللي نحب نذكر أنها هي أعلى سلطة مؤتمنة على المسار الانتخابي بالقانون وبالدستور ونحب نأكد من جديد عدم معترافي بقرار هيئة غير مستقلة وغير نزيهة معتبرا قرارها باطلا ومعدوما لأنه ببساطة ليس دستوريا وليس قانونيا علاوة على أنه ليس أخلاقيا وليس ديمقراطيا ونحب ننبه هنا كل السلطات والمؤسسات الشرعية والهيئات الرسمية بأنه عدم تنفيذ قرار المحفة الإدارية قد يفتح على بلادنا باب خطير متاع التشفيق في شرعية الانتخابات وشرعية نتائجها وشرعية من نظم عملية الانفراد بالحكم وأنبه في نفس الوقت كل شخص شارك في الجريمة هذه بأن يد القانون ستطاله عاجلا أم آجلا والتوانسة ما همش باش يتسامحوا في جريم التزوير الإرادة متاحهم والتلاعب بمستقبل بلادهم وتقويض نظامها الجمهوري إخوتي أخواتي أبناء وطن الحبيب نحب نقول لكم اللي مهما صار ماناش مسالمين في بلادنا وماناش مسالمين في التوانسة اللي كيفنا ومعانا رجع لهم الأمل في إيقاف نزيف الانهيار والتخلص من كبوسة شعبوية وماناش باش نخونوا فيقة أبناء الشعب من مواطنين ومن نواب في مجلس نواب اللي فوضوني عبر التسكيات الشعبية والنيابية باش نخوض الانتخابات الرئاسية صحيح قاعدين نشوفه في مستوى غير مسبوق من العبثية ولا مسئولية في أعلى مستوى والأوضاع وصلت لدرجة كبيرة من الخطورة ولكن نحب نطمنكم في نفس الوقت اللي قطار الإنقاذ انتلق وبحول الله ما هوش باش يتوقف بحكم تجربتي في خدمة الدولة ومعايشتي للعديد من الأزمات تونس هي هي ما تبدلش تمرض وتتعب ولكن ما تموتش وتتحمل وتصبر ثم تسترجع إرادتها وتقول كلمتها الأخيرة تونس هي هي قوية وصامدة على مدى التاريخ وستظل أرضا طيبة منعها تقوم على سواعد أبناها وبناتها وانا واثق أنه مع بعضنا سنقود تونس لبر الأمان وبحول الله ردوها خير في عامين اليوم أنقاذ وغدا الإصلاح ربي يحفظ بلادنا اشتركوا في القناة